البدء بالحديث عن المساواة بين الرجال والنساء أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق المرأة والتي تنص على أنه يجب إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتنص على أن الرجال والنساء لهم نفس الحقوق وأنه يقع على عاتقهم معا مسؤولية رعاية الأطفال وفي السويد من الشاعن يعمل كل من النساء والرجال أو يدرسون بدوام كامل ومن أجل حياة يومية متساوية ينبغي على كل من النساء والرجال المساعدة في تنظيف الأطفال وطهي الطعام لهم ورعايتهم وفي العلاقات التي تتألف من إمرأة ورجل غالبا ما تقضي النساء ساعات أكثر في الأسبوع في التنظيف والطهي والقيام بعمليات شراء أكثر من الرجال كما تقضي النساء أيضا وقتا أطول في رعاية الأطفال والأقارب أكثر من الرجال وفي العلاقات التي يتم فيها مشاركة المسؤولية تجاه الأطفال والعمل في المنزل تزداد الفرصة في أن يشعر كل فرد في الأسرة بالرضا كيف تم توزيع المسؤولية عن العمل في المنزل في العادة عندما كنت صغيرا؟ كيف يمكنك تقاسم العمل في المنزل بين كل فرد في الأسرة؟